القادة المشاركون ورؤساء الحكومات من 11 دولة سيجتمعون هنا على مائدة واحدة لبحث حل للأزمة الليبية بوجود طرفي نزاع كل منهم يأتي بشروطه وتوجهاته للحل تباين واضح في المواقف ليس فقط بين الأطراف الليبية المعنية ولكن بين الدول المدعوة لطاولة الحوار من أجل دعم حل يرتضيه الفرقاء ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار الدول التي دعتها برلين هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأخرى قوى إقليمية ومجاورة لليبيا في مسعى ألماني للدخول على خط الأزمة وأخذ زمام المبادرة بعد فشل مساع سابقة للحل المجتمع الدولي توصل إلى خلاصة وأمل ذلك أن الذين يدعمون الصراع يقومون بمجاسفة كبيرة من خلال إشعال الحرب وزير الخارجي الألماني هيكو ماس في جولاته الساعية لإقناع الأطراف لحضور مؤتمر برلين قال قبيل المؤتمر إنه قد يكون الفرصة الأفضل من أجل الحوار للتوصل إلى حل للأزمة ألمانيا تعرف أنها دخلت على مهمة محفوفة بالمخاطر فهي لا تعرف ليبيا ليس لديها ماضي استعماري أيضا في ليبيا هناك بعض الأوراق التي تخدم الألمان في هذا الموضوع هو أنهم يقفون على مسافة واحدة من أطراف النزاع الليبي ولكن أيضا لديهم علاقات جيدة مع الدول المؤثرة الإقليمية والدولية في الموضوع الليبي هناك تحدي كبير ينتظر الألمان في الحق وهو أهم التحدي ينتظرهم هو مهمة بلورة موقف أوروبي موحد وتحديدا رأب الصدع بين الفرنسيين والإيطاليين المختلفين على الموضوع الليبي مؤتمر بهذا الحجم يجعل الأنظار تتجه إلى بيانه الختامي لقراءة نتائجه التي يعول عليها الكثيرون في أن تكون فاعلة على الأرض الليبية في خضم اجتداد الصراع هناك قمة استثنائية إذن تستضيفها برلين عنوانها الوصول إلى حل للأزمة الليبية والمجتمعون فيها يختلفون في وجهات النظر حول هذا الحل لكن الرهان على الحضور الملفت للدول المدعوة في أن يعطي زخما لأي حل من الممكن التوصل إليه على طاولة النقاش عمر شاكر قناة الغد برلين ترجمة نانسي قنقر